وفي شأن ضيسلة اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحوثيين بمصادرة المساعدات الإنسانية قبل دخولها إلى محافظة تعز معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وقالت المنظمة إن الحوثيين يمنعون المدنيين من إدخال مواد أساسية كالطعام والشراب واللباس والأكسجين إلى المحافظة ودعت المنظمة الحوثيين إلى وقف مصادرة المواد الإنسانية والطبية والسماح لمنظمات الإغاثة بالتحرك بحرية لإدخال المساعدات إلى تعز